في الوقت الذي تنهمك فيه الأحزاب التقليلية بالبحث عن نتائج الانتخابات والمكاسب السياسية وتشكيل الحكومة سواء من الكتل الرابحة أو حتى التي لم تحصل على المقاعد المرجوة يؤكد البرلمانيون الجدد من حركة امتداد المنبثقة من حراك تشرين التي اختارت المشاركة في الانتخابات إضافة إلى عدد من المستقلين أن مهمتهم تتركز على تشكيل جبهة قوية داخل الفرلمان تأخذ على عاتقها مهمة ما سموها المعارضة الرقابية وتقويم أداء الحكومة المقبلة نحن لسنا مع حكومة متوافق أو حكومة محاصصة وبالتالي نحن لسنا الكتلة الأكبر كي نقرر ولكن ننتظر اللحظة التي تكشف عن طريقة تشكيل الحكومة ونحدد موقفنا آنذاك ومن منزله في الناصرية يصف الصيدلاني على الركاب الانتقال من ساحات الاحتجاج في الحبوب إلى تمثيل الحراك في مجلس النواب بالتحدي فالركاب يدرك أن المقاعد التسعة التي حصلت عليها كتلته امتداد غير مؤثرة عمليا في مجلس نواب مؤلف من 329 عضوا وقد لا توضع في حسابات القوى الفائزة عند تشكيل الحكومة المقبلة لازم لا نشترك بأي حكومة محاصصة لازم لا نشترك بالدرجات الخاصة حتى نقدر نحاسب وحتى نفعل هذا الدور الرقابي لازم نحقق على عدد ما بين 20 و25 من الناس اللي عدموا التفاهمات حتى ولو ما ظهروا بشكل تحالف للعلن ورغم محدودية المقاعد التي حصل عليها الركابي لم يغلق باب المشاركة البرلمانية الفعالة اذ تحدث الركابي عن مباحثات مع من تنظموا سياسيا او من قرروا عدم المشاركة في الانتخابات للاعب ادوار تكاملية كمعارضة سياسية تمثل صوت الشارع في البرلمان فيما يرى العديد من شباب تشرين ان على امتداد وبعض المستقلين الذين وصلوا قبة البرلمان مسؤولية اعادة حقوقهم ومحاسبة قتلة المتظاهرين وضمان عدم افلاتهم من العقاب وتسعى امتداد مع حركات اخرى احرزت مقاعدة في البرلمان مثل الحزب الكردي الناشئ الجيل الجديد الذي يملك تسعة مقاعد اضافية الى بعض المستقلين لتشكيل ما يمكن وصفه بجبهة معارضة او موازنة قوامها على الاقل خمسة وعشرون نائبا الى ثلاثين نائبا للاطلاع بالدور الرقابي الذي تطمح له اذ دستوريا يجب توقع خمسة وعشرين نائبا على الاقل لتتمكن من استجواب اي وزير اشتركوا في القناة